بالمغرب القبض على شخص لديه الأطنان من البطاطس في مخزن سري لإحتكار السوق قبل البدء فضلنا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا إعجابكم بالمقطع لأن الإعجابات تساعدوا هذا المحتوى على الانتشار بشكل أكبر وحسب الموقع الإلكتروني إيسبريس الإحتكار يقود إلى حجز أطنان من البطاطس وكتب الموقع الإلكتروني إيسبريس تمكنت السلطة المحلية بقيادة أجل موج إقليم خنيفرة من حجز كمية كبيرة من البطاطس تقدر بحوالي 145 طنان كانت مخزنة داخل مخزن سري وذلك في إطار الإحتكار والمضاربة جاءت هذه العملية عقب إخباريات توصلت بها السلطة المحلية بقيادة أجل موج تفيد باستغلال بعض الأشخاص الضرفية الراهنة المتسمى بارتفاع الأسعار وتخزين البطاطس بكميات مهمة بمنطقة تندرة قصد إعادة بيعها وتحقيق أرباح غير قانونية على حساب جيوب المواطنين وفور توصلها بهذه المعطيات يوظف مصدر هسبريت تم ربط الاتصال بالنيابة العامة قصد التنصيق حيث عملت لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح الخارجية تحت إشراف قائد قيادة أجل موس برفقة عناصر الدرق الملكي والقوات المساعدة ومصالح أونسا وكذا غرفة التجارة ومديرية الفلاحة ومصالح أخرى على مدهمة المخزن والمواطنين والعثور على الكمية المذكورة ومكنت هذه العملية النوعية علوة على حجز 145 طن من البطاطس تبعاً للمصدر ذاته من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الأفعال الإجرامية تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة مع عرض الكيمية المحزوزة للبيع في إطار المزاد العلني وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من البطاطس